قضع الرأس ولا قضع المعاش مثل شعبي يمني طالما رددهم وظف الدولة في اليمن فيما مضى عند تأخر الصرف لعدة أيام فكيف بهم اليوم؟ وقد قضعت أرزاقهم وقوت أسرهم وأطفالهم نهائيا ليس لشهر أو شهرين بل لفترة زمنية قاربة العامين وهم يتجرعون مرارة الفاقة والاحتياج ويتقدرنون الحنضل أكثر من مليون ومئتي ألف موظف في السلك المدني والعسكري والأمني باتوا تحت رحمة عصابة إرهابية قدمت من الكهوف وفرضت نفسها بقوة السلاح كسلطة أمر واقع مصلدة على رؤوس الأشهاد ميليشيات لا تفقه سوى ثقافة الموت ولا علاقة لها بالحياة التي فضل الله تعالى عباده لإعمارها قدمت لتنتصر للحق فكانت هي الباطل من رأسها حتى أخمص قدميها لم تأتي بخير للشعب اليمني بل هبت بقدومها ريح السموم فعلى مدار عامين أذاقت الموظفين واليمنين بشكل عام كل صنوف العذاب فمنهم انضاقت الأرض بما رحبت وأثقلت كاهلهم الديون طورطوا من بيوت الإيجار لعدم تمكنهم من دفع ما عليهم ناموا واستيقظوا وفطون أطفالهم جائعة جبلوا على ممارسة حرف ومهن لم يكونوا يتوقعون يوما أن يمتهنوا ومنهم من عادوا إلى قراهم لعدم القدرة على العيش في المدن آخرون اضطروا إلى مجارات الميليشيات الحوثية وسلكوا مسلكها فباتوا أتباعا وخدما لها أو المشاركة في فسادها ونهبها للأموال العامة والخاصة أو للالتحاق بجبهتها للقتال في صفوفها علهم يحصلون على فتاة مما تعدهم به فمن لم يمت قتلا مات جوعا وقهرا وكمدا وتتحجج ميليشيات الحوثي بعدم القدرة على صرف المرتبات نتيجة لشحة الموارد التي تقاء تحت سيطرتها فيما تحكم السيطرة فعليا على موارد ميناء الحديدة التي تقدر بالمليارات فضلا عن نهبها خزينة البنك المركزي اليمني وإرادة كافة مؤسسات الدولة ورسوم الضرائب والجمارك الباهظة والمستحدثة والإتاوات والجبايات التي تفرضها على التجار ورجال المال والأعمال والسوق السوداء التي تشرف عليها في سوق الصرف والمشتكات النفطية كل ذلك كفيل حسب مراقبين بتمكين الميليشيات من صرف رواتب الموظفين دون انقطاع غير أنها لم تكتفي بسياسة التجويع للموظفين بل أقدمت على إسقاد أكثر من مئة ألف موظف من كشفات المرتبات بينهم مزراء وبرلمانيون وقادة واستبدلتهم بموالين لها في مساع لتجريف الوظيفة العامة في إطار مشروع حوثنة مؤسسات الدولة وملشنتها ترجمة نانسي قنقر